اشتركوا في القناة الكرمى شهادة ونور متنور طول اليوم يتزيع بشرة وسرور وفتقرة كل هموم ومدام احنا الأخصان سبتين في القرمى يا سوى مشهادة لكل الناس ومتنور الهموم ومدام احنا الأخصان نتشارك المسئولية ونخلي رسالك القلب ونصل كل البشرية حباً للمشاهدين أهلاً بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا الأسبوعية أطلبوا وقهي وبنيجي كلنا بصوت واحد وبنقول للرب لك قال قلبي قلت أطلبوا وقهي وقهك يا رب نطلب وقهك يا رب أنا الوحدي أطلب فلا تحكب وقهك عني جايين نطلب وقهي الرب لأجل كل واحد وحدها فينا ومعاكم في اسم الرب يسوع وجايين نصلي لأجلكم وجايين ناخد كل تلباط الصلاة من أول حلقة بنصلي أن نروح القدس يدينا حلقة مباركة وأنا عندي إيمان شديد بصلي لأجله من فترة أن الرب يدي اختبارات ومعجزات وعمل عجيب من أول الحلقة في اسم الرب يسوع مع كل طلبة صلاة بشرفنا يكون معنا في الأستوديو العزيز الغالي على قلبنا الأسيس عصام حداد أهلا بك أسيس عصام ممسطين تكون معنا أهلا بك يا أخت سلام مبارك اسمه الرب الرب الانتيازه شرف عظيم إلي أمين أن نكون مع بعضه نخدم والرب واليوم إحنا متوقع أنا متوقع جاي متوقع حضور الرب في الوسط ومتوقع معجزات في اسم يسوع أنا متوقع بالضبط كده لأني فعلا من فترة روح القدس بيكلمني أن أثناء الحلقة حيتمجد بشكل غير عادي أمين أهلا وسهلا بك حبان المشاهدين النهاردة عنوان الحلقة بتاعتنا لنرفع قلوبنا إلى الله إحنا جايين كلنا إحنا وإنتوا نرفع قلوبنا إلى الله وعشان نرفع قلوبنا إلى الله هناك بعض الشروط اللي ينبغي أن نعرفها عشان نعرف نصلي صح وعشان رب يسمع صلاتنا ويتمجد معنا صح طيب هقرى عددين اتنين من مراثي ارمية الأصحاح الثالث عدد أربعين واحد واربعين مراثي ارمية الأصحاح الثالث عدد أربعين واحد واربعين بيقول لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله في السماوات هقرى العددين مرة تاني لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله في السماوات ربي باركك أسيس عصام قبل ما نبتدي عايزين نصلي وعايزين نحط كل تلبات الصلاة عايزين نحط الهيروكين بتاع فلوريدا اللي هو مفروض دلوقتي بيعدي والمشكلة بتاعتهم ربي يتمجد فيها وينقذ أولاده في اسمه ربي يسوع أمين أمين يا إلهنا الصالح نؤمن أنك أنت إله الصالح بكل معنى الكلمة يا رب نشكرك في هذا الوقت لأنك أنت المتصلت في مملكة البشر نشكرك لأنك موجود يا سيد الرب في وسطنا لأن وعدك دائما وعد صادق وأمين أنك معنا كل الأيام والانقذاء الدهر لأنه يا رب حيث مجتمع اثنان أو ثلاثة في اسمك هناك تكون يا رب في وسطهم يا رب نؤمن أنك أنت اليوم موجود في وسطنا نصلي هذه الحلقة تكون يا سيد الرب سبب بركة يا رب لكل شخص بيشاهدنا يا رب تكون سبب خلاص نفس تبحث عنك تكون سبب شفاء نفس مريضة يا رب كان مرض نفسي روحي أو جسدي تكون سبب رفع الأشخاص يا رب اللي بيعانوا من أحباط نفسي من يأس وفشل وبتكون سبب تشجيع لنفوس كثيرة هذا اليوم في اسم الرب يسوع المسيح نشكرك لأنك معنا وفينا ونشكرك لأنك في وسطنا ونشكرك ونعلن يا رب عملك في وسطنا اليوم إنك أنت تحييي الآن يا رب في وسطنا في اسم ملك الملوك ورب الأرباب نصلي آمين مبارك اسم الرب لنرفع قلوبنا إلى الله فيش حد مش بيرفع قلبه لله كل واحد هتقول طب ما احنا طول النهار بنرفع قلوبنا إلى الله بس أحيانا بنرفع قلوبنا إلى الله وقلوبنا بعيدة عن الله النهاردة كان في مكلمة باتكلم مع واحدة وبتقول لي احنا بنصلي وبتكلم عن ابنها وبنتها وعندهم مشاكل كتيرة فبقول لها طب هم علاقتهم بالرب يقاتلي لا ما لهم مش علاقة بربنا خالص قلت لها يعني احنا عايزين ربنا لحل مشاكلنا فقط عشان كده عايزة أقول إن كثيرين يرفعون قلوبهم إلى الله وفي نفس الوقت قلوبهم ما أبعدها عن الله لكن لازم نقف وقفة ونقول له قبل ما نصلي إليك يا رب لأجلة الباطنة ينبغي أن نوجه قلوبنا نحوك ونعطيك القلب والكيان لتستلم قلوبنا لتغير قلوبنا لتعطينا أن نرضيك في الداخل قبل الخارج لننال حياة أبدية ونكون أبناء لله العلي عشان لما نتقدم ونصلي تبقى صلاتنا مستجابة لأن خطيانا بتفصل بيننا وبينه لأن إلهنا إله قدوس لا يريد الإثم والاعتكاف ومش ممكن أكون بصلي وأكون في اللي أنا فيه وأكون الخطيئة اللي أنا فيها عايشة فيها بس عايزة ربنا يعملي كذا وكذا 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 عشان كذا إحنا محتاجين نرفع قلوبنا إلى الله صح رأيك أستيس عصام هو اللي قال هالكلام بوحي الروح القدس الرجل الله أرمي النبي في هذا السفر في السفر المراثي بيرثلي لوضع الشعب الله وبقول في العدد اللي قبله لماذا يشتك الإنسان الحي الرجل من قصاص خطياء ليه بيشتكي؟ ليه بتقول يعني تتدمر على الله بتشتكي إنه مش بيسمع الصالب إنه خطياء تتأصص عليها طب تعالخي نعمل شيء مهم نعمل شيء أساسي نعمل شيء لغير حياتنا ويغير اتجاه اللي احنا ماشيين فيه أول شي بقول لنفحص طرقنا في فرق بين فحص الطريق وامتحان الطريق موضوعين مختلفين كليا لحظة إنه ما قالش من البداية لنرفع قلوبنا إلى الله لأ رفع القلب ده بيجي بعدين في وقفة الأول آه في شيء أساسي في شيء لازم نحن نبني عليه أول شيء لازم بقول أرمية بقول لنفحص طرقنا معنا فحص الطريق يعني تعال شوف هالأشياء اللي أنا بعملها وقفة مع النفس هل كل الأمور بحسب كلمة الله ولا مش بحسب كلمة الله هل أنا بعمل خطيئة هل يترى أنا بتمرد على الوصية بسفر التثنية الصح 28 أول عدد بقول إن سمعت سمعا وحرصت خلينا أخذ الآية بالتطقيق حتى تثنية 28 أول عدد برح في اجتماع الرجال صباحا واحد من الأخوة سألني سؤال قال لي حنانية والسفيرة طيب يترى لهالدرجة الخطيئة كانت كبيرة حتى الرب يقاسسهم بالموت سؤال رائع سؤال رائع تعال نشوف حنانية حنانية بطرس لم يتكلم عليه بالموت لكن هو انصدم من الخطوة اللي أخذها هو نفسه حنانية فصار عنده هارت التاكو مات فورا لم يتكلم عليه بطرس في الموت لكن قال أنت بتجرب روح الله أنت عم بتحاول يعني بفاكر أن الله مش مش شايفك ففورا مات حنانية سفيرة لم أجدت سألها بهذا المقدار بعتمال حقل فكذبت عليه فبقول طيب يترى يعني لهالدرجة أنه هالشغلة جدية جدا حتى أن الله يعقبهم هذا العقاب الكبير تعال نروح إلى سفر التاثني الصاح 28 إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصياه التي أنا أصيك بها اليوم يجعلك الرب مستعليا تعال نشوف البركات راها أنت اليوم في بيتك حلما أنت موجود سفر التاثني هو السفر الخامس في العهد القديم وشوف البركات اللي بيذكرها لكن في عدد خمسة عشر بقول عدد رائع جدا بقول ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إليك لتحرص أن تعمل بجميع وصياه وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك يا ياسو شوفي فأعطانا الخيار أنه نحن نطيع كلمة الله أو لا نطيع كلمة الله فإذا نطعنا كلمة الله كل البركات المكتوبة في هذا الإصحاح بتيجي علينا لكن إذا إحنا رفضنا أنه نحن نطيع صوت الله ونطيع الشريعة كل اللعنات بتيجي علينا وتدركنا أيضا يعني ما نقدرش نفلت منها فهذه الأخت اللي كذبة الكذبة الكبيرة أمام رجل الله بطر استكلم واستخدم موهبة الإيمان لما قال هو ذا اللي حمله زوجك بيحملوك أنت أيضا فسقطت فورا تفضل مش صوتك مش واضح عايز تلبط صلى لإيه حضرتك من سنتين من سنتين كنت بصلي واحد علاقة جامدة مع ربنا أوكي وبعد سبقى فيه جيء حصل بعد أن بطلت عرف بصلي ومش عرف بصلي نسترجع علاقتين مع ربنا أمين كان عنده ديء من كان الأول من سنتين كان ليه علاقة حلوة مع رب ودخل في ديقة مادية فابتدى يعني يتعب ويبعد عن الرب فعايز يرجع مرة تاني للعلاقة الأولى مع رب رائع أخي سبير يعني كلامك رائع رائع يعني أنا أنا حاس أنه الرب خلقت تتصل الآن في بداية الحلقة لأنه محور الحلقة ينطبق فعليا على وضعك أنت فبشجعك زي ما قال مراثي أرمية زي ما قال أرمية قال لنفحص لنفحص طرقنا تعال نفحص طرقنا أخوي افحص طريقك مع الله الأمور اللي أنت بتعملها حياتك العملية إيمانك أسلوبك نمط حياتك كلام اللي بطلع منك حضورك لاجتماعات قراءتك للكتاب المقدس مشاركتك المسيح مع الأشخاص الآخرين افحص طرقك هل يترى في هناك أشياء غلط أنت بتعملها هذه الخطوة الأولى نفحص طرقنا الخطوة الثانية تعال نمتحن هذه الطرق لما نمتحن هذه الطرق نشوف أي طريق من هذه الطرق ضد كلمة الله وأي طريق من هذه الطرق تتناغم مع كلمة الله هون بنمتحن ونشوف من المهم أنه نحرص أن نعمل بجميع الوصايا طيب أنت قبل سنتين كنت في علاقة رائعة مع الرب مريت في ديقة مادية وعدين لقيت نفسك عم تبعد في شيء بعدك عن الرب في قوة مش قوة الروح القدس في قوة غريبة اللي بعدتك خلتك تبعد عن الله تعال نفحص طريقنا وتعال نمتحن طريقنا تعال نشوف إيه اللي أنت عملته صح وإيه اللي عملته غلط إيه اللي أنت عايش فيه غلط يعني هل يترى هل حصل في هناك أعمال جسد في غلاطة خمسة بتكلم عن أعمال الجسد هل أعمال الجسد انتشرت في حياتك هل حياتك صرت مليانة بأعمال الجسد في غلاطة خمسة بول أعمال الجسد هي زينة عهار نجاسة دعارة عباية الأوثان سحر عداوخ خصام بطر سكر قتل كل أعمال الجسد هل يترى فيه أحد هذه الأعمال تفشت في حياتك اللي سببت هذا الضعف الروحي فمن المهم أن تقعد في محضر رب و تفحص طريقك أنا مقدرش أفحص طريقك أنت لازم تفحص طريقك فأرمي هون بقول لنفحص طرقنا خليني نفحص طرنا يا رب لو فيه شيء أنا بعمله غلط كلمني فيه اظهر لي إياه لو فيه كلام بقوله غلط يا رب لو فيه عدم إيمان لو فيه عندي شك يا رب بكلامك لو عندي شك في أنك أنت قادر على كل شيء خليني نفحص طريقة و أشوف أني أترى عن بقر الكتاب المقدس ولا مش بقر الكتاب المقدس معظم الأحيان بلاقي الناس اللي عندهم مشكلة في الفتور الروحي قراءتهم للكتاب المقدس ضعيفة تعال نفحص طرقنا اليوم خليك معنا و راح نصلي كمان شوي معنا طلبات صلاة وصلت قردي عايزة أقول حاجة في النقطة دي أحيانا بتحصل ونلاحظ على التليفوناتي أسيس عصام أني لو الرب ما استجبش الطلبة بتاعتي فده بيخليني أنا أبتدي أبدا عنه أقول طب ما أنا بصليله ما أنا ابنه بصليله وهو ما سمعش صلاتي فده بيخلي الواحد ثقة في الرب شوية تقل إيه رأيك في الموضوع هذا؟ دائما بقول نفس الكلام وبكرر نفس الكلام وبشجع الناس بنفس الكلام أي مرة أي وضع من الأوضاع اللي فيه أنا بيبدأ فيه صوت في داخلي بيقلبني ضد الله حتى ألوم الله وحتى أقول عنه أنه ما بسمعش أو حتى أقول أنه ما بستجبش وحتى أقول أنه مش مهتم فيه أو نساني هذا الشعور أو هذا الصوت هو من الشيطان أيوة فلازم رأسا أنتبه لهذا الموضوع لأن الرب دائما أمين ولما أمتحن لما أبدأ أفحص طرقي بلاقي أنه الرب أمين وأنا مش أمين وده صحيح وحيانا كتير بيبقى الرب لي غرض من الانتظار طبعا بيكون عايز يعلمني عايز يدربني عايز يشوف ثقة ثقة فيه يعني بيكون فيه بيمتحن إيماني برضو لو أنا استنيت عليك شوية هل هتفضل تحبني هل هتفضل ابني لي مبارك اسم الرب وتنتظرني بثقة البنين مبارك اسم الرب عبرانيين ستة عبرانيين رسالة العبرانيين والإصاح السادس وعايزك تنتبه على نقطة كتير مهمة في الإصاح السادس عدد 13 فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه قائلا إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا وهكذا افتأننا نال الموعد صح نزبوط إذ تأنى إبراهيم نال الموعد هلأ السؤال بلدي أسأله اليوم وبصلي اليوم تكون معنا يعني خليك صاحي معي لما الرب بارك إبراهيم وقال له أنا خلي نسلك كرم للبحر هل يترى إبراهيم شاف نسله كرم للبحر ما شافش ولا الله استجاب على طول يعني استجاب ولكن ولكن منشوف في هذه الآية وهكذا إذ تأنى نال الموعد صحيح فإذن في اللحظة اللي فيها احنا بنصدق وعد الله بنصدق كلمة الله هذه اللحظة اللي فيها هذا الوعد يتفعل بياخد أكشن بيبدأ يعمل في حياتي ليه لأن صدقت بهذا الوعد لكن لو أنا ما صدقتش في هذا الوعد مش حيتم صح ممكن نكمل النقطة دي مهمة جدا بس ناخد مكالمة تانية من مصر معنا بيتر ابن الملك أهلا وسهلا بيك يا بيتر تفضل حديدك على الهر أهلو مساء الخير مساء النور أهلا بيتر مساء الخير الأمي العزيزة مساء الخير أسفة يا فام أهلا بيك معكم بيتر بيتر ابن الملك المحبوب أو على قلبه أهلا بيتلع منه جدا وأنا عابر بكلمكم من الأرض اللي تشرفت بقدم المسيح أهلا طبعا موضوع الحلقة جميل إن احنا نرفع قلوبنا إلى الله بس أنا بعمل حاجة غير كده أنا من أول معرفة المسيح أنا انتزعت قلبي وحطيته في كتب المسيح أهلا وطبعا أنا مليش أي طلبة صلى لي لإني أنا ربنا مش مشليني محتاج حاجة أنا مديني نعم بكير أنا أشكره 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 على كل النعم اللي بديها لي وكل التوفيق اللي بيوفقني فيه في شغلي وفي المتي والخدمة اللي أنا بحبها واللي بترضيه وبيوفقني فيها جدا ودايما بحرط فيها نجاحات باسمه وبمجده ودايما بيتمجد معايا في كل شيء حتى في حمايتي بيتمجد في حمايتي أمين أنا انطلبت طلبة صلى هطلب طلبة صلى أن ربنا يحمي كل العابرين اللي في المطر البلد اللي هو بارك شعبها وشرفها بقدم الطائعة أمين يا رب وأنا أنا بيتر تعني بطرس وأنا بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنساتي وأبواب الجحيم لا تقو عليها أمين أمين أخوي أمين يا ابني ربي بارك هللوية أخوي بيتر أنت عطيت قلبك للرب في اللحظة اللي فيها خلصت فالرب أخذ هذا القلب الحجري واستبدله بقلب من لحم يس هذه البداية في الخلاص لكن نحن محتاجين نرفع قلبنا للرب في كل يوم واللأ رح نشوف السبب ليه أرمية يعني رب وضح له هذا الموضوع فلما كتب كتب مقاد بالروح القدس بوحي الروح القدس لنفحص طرقنا أولا لنفحص طرقنا أولا نمتحنها أكي فلما إبراهيم صدق نال البوعد وتفعل الوعد مع أنه ما شفش نسله كرم للبحر لكن الكتاب بقولنا برسالة العبرانيين أنه نال الوعد هذا الشيء كتير مهم أنه صدق كلمة الله فأنا لما بفحص طريقي بفحص هل يترى أنا بس لك بحسب كلمة الله هل يترى أنا أنا بحرص أن أعمل بجميع وصايا الله هل في وصية أنا تركتها هل في شيء أنا فأتو هل في شيء أنا مش مركز عليه هل في شيء أنا ناسي فلازم أنتبه وفحص طريقي كل يوم بصبر عارف عدم الصبر ده لو الرب ما حققش الطلبة بتاعتي فلي بيحصل أن أنا بزعل منه جدا وكتير أسمع ناسي يقوله هو ربنا عمل لي إيه مدينة حالي ميل ودينة ظروفي ملخبطة ودينة الدنيا وقع معي وربنا ما عمل ليش ولا حك شو الأسيس عصام بيتكلم عن إبراهيم أنه نال الموعد من أول ما الرب قال له أن ناسلك هيكون كرم للبحر رغم أنه انتظر خمسة وعشرين سنة إحنا مش بنقدر ننتظر كم شهر نقلق ونتدايق ونزعل من الرب أنا حب أقول شيء أخت سلواء يمكن أن يكون أنا بتمنى أن يكون يشجع الكل في هذا اليوم أنه لما بنصلي لما بنصلي دائماً الرب بيسمع الصلاة أي لكن استجابة الصلاة بتيجي بأشكال مختلفة أيها طبعا ممكن الرب يعطينا استجابة الصلاة فورا أيها طبعا ممكن الرب يأجلها يوم أو يومين ممكن الرب يقول لي انتظر لأنه في شيء يسبق استجابة الصلاة وممكن الرب يقول لي لا لأنا مش بحسب ما شئته وممكن يستبدلها بحاجة أخرى أنسب لي من أنه صدقني أسيس عصام أنا شكرت الرب على أمور كتير طلبتها منه ما استجابهاش وقتها تضيئ بعد كده شكرته جداً بالظبط أنه ما استجابهاش أقول له يا رب يسوع أشكرك أنك ما استجابتش الطلبة دي والطلبة دي والطلبة دي فإلهنا صالح عارف الأنسب لي ده كلام فعارف الأفضل عارف عنده مخطط رائع لحياتك الواحد أيوة أفسوس 12 بقول لأننا نحن عمله عمله مبارك مخلوقين في المسيح يسوع زي ما حكى الأخ بيتر ولد ولاد جديد أعطى قلبه للرم مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة نعم قد سبق الله فأعدها لكي نسلك نحن فيها نسلك فنحن في ملء مشيئة الله نثق أنه نحن في مشيئة الرب لو الرب تأنف استجابة أنا متأكد لما أنا بحط الموضوع قدامه الرب أنا متأكد أنه وصل العرش وصل أمام عرش الله ارتفعت الطلبة أمام عرش الله هذه الثقة التي لنا فيه أنه مهما سألنا باسمه فذلك يفعله ليتمجد الآب بالإبن عنا ثقة في الرب أنا بدخل لقدس الأقداس وعارف أن الرب يسوع شأ الحجاب فتح للطريق لقدس الأقداس وأنا بدخل إلى قدس الأقداس على حساب دم الرب يسوع نصبوط عارف بتعجبني آية رائعة في أيوب أعتقد 14 بتقول إن قلت أنك لست ترى فالدعوى قدامه فاصبر له فاصبر له إذا كنت مش شايفه مش معنى كده أنه مسمعش صلاتك لكن الطلبة وصلت قدامه إن قلت أنك لست ترى فالدعوى بتاعتك قدامه بس أنت أصبر فاصبر له ودايماً في متعة في استقبال استجابة الصلاة بعد الانتظار بعد حين صح لحظة الخطوة الثالثة مش بس نفحص طرقنا لكن كمان لازم نمتحنها ونتأكد إنه نحن اللي بنعمله هو بحسب كلمة الله والخطوة الثالثة هو نرجع إلى الله أيوة لازم نرجع إلى الله أكيد ليه لأنه المحطة الوحيدة اللي في حياتنا اللي منلاقي فيها السلام مكان حضور الله هذا هو المكان الوحيد اللي أنا برتاح فيه لما الرب موجود أنا مرتاح لما علاقة مع الرب ريستورد يعني رجعت من أول في تواصل معه أنا برتاح لما بحس برضا علي في أروع راحة أيوة وأروع سلام وسعادة يعني دايماً أقوله رضاك علي يا رب هو الأكسوجين اللي أنا بتنفسه دايماً أصلي لأجل النقطة دي فالإنسان إحساسه إن الرب راضي عنه ده إحساس ملوش مثيل صحيح يعني وبعدين بتحس بسلام بتحس بفرح بتحس بطمأنينة ما فيش الطراب أبداً أنا عارف إنه الرب راضي عن حياتي لهالسبب باستمرار بقول لي يا رب لو في أي شيء أنا مفروض أعمل أرجوك نبهني عليه أيوة يا روح الله لو في خطية في حياتي اظهرها حتى أقدر أتخلص منها إن رعايته إثمن أيوة إن رعايته إثمن في قلبي لا يستمر يا رب وحتى اتصلت معي برضو عابرة بتقول لي بتقول لي طيب با ليه أنا بصلي بصلي لكن ما فيش استجابات للصلاة تلا فيه في قلبك خطية قالت لي زي إيه يعني عدم غفران تلا مثلا قالت لي فيه فلان عمل الشيء اللي فلان تلا ما ينفعش حتى الرب يسمع الصلاة لازم يكون القلب طهر ده صحيح هو لا يريد الاسم والاعتكاف بالزبط فلنرجع إلى الرب أيوة ده وده ارجع يا نفسي إلى راحتك لأن الرب أحسن إليك دعا نرجع إلى الرب الرجوع للرب للخطاط ولا للمؤمنين والخطاط لا للتنين للتنين بس فيه رجوع مختلف عن رجوع رجوع الخاطئ رجوع الخاطئ لما الخاطئ بيرجع محتاج تغسيل الخطايا كلها تطهير عن الخطايا كلها توبة صادقة من كل القلب بيمحر الرب كل الماضي وبيبدأ علاقة جديدة مع الرب رجوع المؤمن العلاقة موجودة لكن إعادة التواصل هو ما خسرش الماضي ما خسرش البنوية لكن فيه فتور حصل فتور ودائما أخت سلوة دائما بلاقي نفس العنصر موجود نفس العنصر ما بتغير حتى مقراءة الكتاب المقدس يعني بحاول عدو بالخير قدر المستطاع يسرق منا رغبتنا في قراءة الكلمة ورغبتنا في دراسة الكلمة فلما بياخد هالرغبة منا بيفصلنا عن الله لما بيفصلنا عن الله ببطل نصدق الموعيد لما ما نصدقش الموعيد ما بنتمتعش فيها مصبوط إبراهيم واعي لهذا الموضوع فسدق الموعد اللي الرب أعطيها سدق الوعد لما سدق الوعد نال الوعد ولما نال الوعد أخده بإيمان بحكين له بالرسالة الإبرانيين العصاح 11 أنه هدول جميعا شافوا الموعيد من بعيد حيوها وصدقوها صدقوها يعني ما اختبرها وما شافها في عينه لكن شافها من بعيد بالإيمان عكس صار شكرا عكس صار طبعا يعني ضحكت صار لما سمعت الوعد طبعا بس أنت عارف الرب أكرم إيمان إبراهيم أي لم يحسب مماتية مستودع صار ولا خطر في باله أنه صارت في التسعين ما تقدرش تنجب أطفال يعني الرحم خلص انتهى لم يحسب مماتية مستودع هو مفكرش فيها بالعيان أي هو مفكر فيها بالإيمان والإيمان والعيان زي الزيت والمي ما تقدريش تخلطيهم في بعض ما بنسجموش مع بعض أبدا يا إما يعني مين قال أنا اللي واقف على باب الجميل مفلوش 38 سنة يمر بطرس ويحنى ويشفوني 38 سنة وعلى باب الهيكل محدش قدر يعمل هالعمل مين اللي قال فين المنطق فين المنطق إن بارتماوس الأعمى منذ ولادته يمر الرب يسوع ويشفيه ويعطيه البصر من الجديد والبصيرة فين المنطق وفين الإيمان شتان بين الاتنين أرمى الاتنين ابنها وحيدة اللي مات ورايحة تدفن الولد ويمر موكب الحي ويلتقف موكب الميت يلمس النعش وينهضن من جديد أنا الميت رايحة تدفن يعني فين الإيمان وفين المنطق المنطق ما لهش علاقة في الإيمان جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء وفي هذه الأيام عم نشوف ناس بتعلم تعاليم غريبة يا أخي اقرى الكتاب اقرى الكتاب كل الذين لمسوه نالوا الشفاء يا رب إذا مشقتك تشفيني وإذا مش مشقتك ما تشفينيش طب ليه بتصلي ليه منصلي وهو قال إن كنت تستطيع أن تؤمن إن كان عندك إيمان كل شيء مستطاع لدى المؤمن بالضبط عندك إيمان هتحرك معك مش دخل مدينة ولم يقدر أن يصنع ولا معجزة بسبب عدم إيمانهم بسبب عدم إيمانهم الضبط أنا بحس إن عدم إيماننا بيشل حركة الرب يقول أنا عايزة أتحرك بعكما بس مش قادر والسيرين في ناس بتدت تبني إيمانها على اختبارات البشر وتحول كلمة الله وتطور كلمة الله على اختبارات البشر البشر بتتغير واختبارات البشر بتغيره لكن كلمة الرب لا تتغير أبدا صبعا تثابت إلى الأبد إلى أبد الأبدين ما صحيح عرفت فكلمة طالما بتتغيرش لما قالنا الذي يشفي كل أمراضك معناته بيشفي كل الأمراض مضارع مستمر على فكرة شفتي وانا الرب يفكروا بالفكر بيقول لك الناس بيقول أنه كان في عنده مشاكل عائلية يعني ما نقدرش نجزم في هذا الموضوع لأنه رب ما نقدرش نزم وما نقدرش نعمم ونقول أنه الشفاء كان عنده مرض ممكن يكون أي شيء الشوكة ممكن تكون أي شيء أعطيته شوكة في الجسد ملاك الشيطان يلطمني أي حاجة خاصة بالجسد أي شيء ممكن يكون أي شيء في الجسد لكن مش مش ما نقدرش نقول له كان مرض عنده ونقول له يا ربتك فيك نعمة والناس اللي بتقول يعني تعاليم غريبة أخت تعاليم غريبة خلينا نرجع إلى الله نرجع لكلمة الله نرجع لتعليم كلمة الله وبلاش نكون أطفال محمولين بكل روح تعليم لازم نقرأ الكلمة ونفهم الكلمة ونعرف الرب يقول إيه وإذا الشخص ما نشفاش بسبب عنده مرض وما نشفاش منه نستمر في الصلاة لأجل هذا الشخص حتى الرب يشفيه ممكن في هناك عدة احتمالات ممكن الرب إله توقيت لهذا الشفاء ممكن الرب عم بتعامل مع هذا الشخص المريض بالذات حتى يوصله لنقطة من النقاط في حياته عرفتي ممكن الرب بيزنق عليه عايزه فيه شيء وهذا الشخص عنيد مش بيسمع ومش عايز يسمع والرب مزنق عليه فيه عدة احتمالات لكن ما نغيرش تعليم كلمة الله على ظروفنا نحن الشخصية العكس مفروض يكون صحيح هو ظروفنا لازم تنطبق على كلمة الله لازم نمشيها بحسب كلمة الله مش أمشي كلمة الله على ظروفي صح وفي الناس يسألني طب لو صليت لشخصه ما يشفي شفت معاناته مش مشيئة الله أنه يشفي لا يا أخي لا هذا تعليم غلط لو هذا التعليم انتشر في بداية الكنيسة كانت الكنيسة نفسها لم تنطلق أبداً من القرن الأول ولم تنتشر في العالم كله هذا خطر هذا تعليم خطير جداً جداً لازم أثق أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم نصبت وأحياناً أسيس عصام بيكون الشخص يعني الرحلة بتاعته بتشطب فالرب بيديله فرصة للتوبة وبيهيئه للانطلاق والرب عارف إن الرحلة بتاعته بتخلص وبيهيئ اللي حواليه فبيكون المرض ده بينتهي بإنه ينطلق للمجد فالله ليه ألف طريق أو طريقة بيتحرك بيها فإحنا ساعات بنحده في كورنر ونقول لأنه ما عملش كده يبقى كده إحنا نخمن النتيجة التانية ولأنه ما عملش كده يبقى كده لا ده ما أبعد أفكار وعن الفحص فلهذا السبب من المهم ما نطبقش كلمة الله على ظروفنا ونحاول نلويها حتى تناسب ظروفنا والأوضاع اللي إحنا فيها لا ناخد كلمة الله كما هي مزبوط فعلا ونغير ظروفنا بحسب كلمة الله ونغير المايندسيت تفكيرنا حتى ينطبق على كلمة الله مش كلمة الله تنطبق على تفكيرنا فهون بقول أرميه بقول لنرجع إلى الله تعال نرجع لنرجع للحق الكتاب نتعارف كلمة الله في البداية زي عند رأس النبع كانت طاهرة ونقية عبر العصور دخلت تعليم وتقاليد كثيرة على الكنيسة الوضع اللي وصلنا له في هذا القرن الـ 21 أصبحت التقليد اللي في الكنيسة أشياء خيالية أصبحت يعني نسبة كلمة الله الطاهرة النقية في الكنيسة أصبحت نسبة بسيطة وأغلبية التعليم كله تقليد تعال نرجع لعرس النبع نرجع للكلمة الأصلي نرجع إلى الله نرجع لكلمة الله الطاهرة الكاملة النقية آه أنا محتاج أرجع إلى كلمة الله لازم نرجع إلى الله إذا حقيقة عايزين نتبارك لازم نرجع لكلمة الله ونرجع للحق الكتاب إحنا أنا كل الرجال عليه الإرادة واللي فيه الشخصية وفيه الكيان قلب الإنسان باخد قلبي وبرفعه إلى الله ذبيحة بقدمه للرب زي ما قال أخونا بيتر أنا أنا أعطيت سلمت قلبي للرب لكن هاي الذبيحة أنا بقدمها كل يوم أنا بحط قلبي أمام الرب على إيدي برفعه بقول يا رب هاي قلبي لو فيه أي شيء في قلبي يا رب قال داود مزمور 118 لتكن أفكار قلبي لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب أنا برفع قلبي رافع قلبي أمام عرش النامة يا رب لو فيه أي زغل في قلبي لو فيه أي حقد في قلبي لو فيه أي عدم غفران في قلبي لو فيه أي عدم محبة تجاه إنسان يا رب انت شيله خلي قلبي زي قلبك انت قلب الرب كان وما زال قلب الرب طاهر طاهر قلب الرب ارفع ليه ليس أحد يوقع تسراج ويضعه تحت المكيال بل على المنارة لكن على المنارة فيضيء لمين لجميع الذين في البيت مزبوط فأنا لما برفع قلبي أمام الرب رب بشوف الصح والغلطة اللي في القلب الرب بشوف لو فيه خطية أنا قردي فحصت طريقي أنا قردي امتحنت طريقي أنا قردي ارجعت للرب من كل قلبي هلأ هذا القلب برفعه أمام الرب فقول يا رب هاي قلبي أمامك استلم قلبي يس املأ انت من محبتك املأ انت من حضورك املأ انت من فكرك انت مش من فكري أنا صح وانا عايز قلبي يكون خلق قلبك الرب عجبه كتير داود وحب داود كتير ليه لانه قلب داود كان حسب قلب الله لما قلبي بيكون حسب قلب الله الرب بيكون راضي على حياتي بالزبط بالزبط لكن اذا كان قلبي منفصل عن الله اذا كان قلبي ليس حسب قلب الله مانته الله مش راضي على حياتي مصبوط دا صحيح وعلى فكرة احيانا كتير نبقى بنتحاشى الصلاة دي لانه بيجي الروح القدس يخبط ويقول لك كذا انت ما غفرتش لفلان انت عملت كده انت خدت الحاجة دي ومش من حقك مصبوط انت فكرت في كذا انت ظنيت كذا انت انت قلت كلام ماينفعش يطلع منك ويبتدي الروح القدس يحطني قدام المراية بتاعته ايوه ويكشفني قدام مراية الروح القدس فاحيانا ناس كتير تبقى خايفة من النقطة دي لان الروح القدس هيقول له اعمل كذا ويسيب كذا وبطل كذا وتنازل عن كذا وتغاضى عن هذا الامر فبييجي هنا بتعجبني الاية في النقطة دي اللي بتقول اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني وعرف افكاري صدقني انا باجي عند باقي الاية كلمة وانظر دي وقف انا دموعي بتنزل عندك اقول له انظر ان كان فيه طريق باطل انظر ان كان فيه اي تصرف في حماقة انظر ان كان فيه محبة غريبة انظر يا رب انظر يا رب وافضل اقول له انظر ان كان فيه ميلا باطل لما برفع قلبي امام الرب اخت سلواء اللي بيعمله الرب انه بينظر الى قلبي وبيشوف هذا القلب لو فيه اي نوع من الخطيئة او التقصير او العجز بيبدأ مشرط الجراح ايوه يشيل الاشياء الغلط وبيبدأ يعقم فيه وبيبدأ يطهر فيه وبيستبدل القلب الحجري بقلب من لحم يس فبتغير هذا القلب انا اللي كنت اكره بطل تكره انا اللي كنت احسد بطل تحسد انا اللي كنت عندي عدم غفران اتجاه انسان بيمتلئ قلبي من حضور الله مسامح الكل بلاقي نفسي مسامح مزبط مفيش القسوة اللي كانت عندي ليه لانه الرب غسل هذا القلب طهر هذا القلب داود اكتشف هذا الموضوع في مزمور 51 قال له للرب هل بقلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما شدد في داخلي فلما انا برفع قلبي الى الله بيخلق في داخلي قلب نقي نعم وهذه الصلاة كل يوم بنصليها مش بس اول ما امننا بنصليها لكن في كل يوم بنصلي هذه الصلاة بقول له رب نقي قلبي يا رب اخلق فيا قلب طاهر وقلب نقي في اسم الرب يسوى عشان كده على قلبي اوي اسيس عصام قبل ما ناخد طلبات الصلاة حضرتك تصلي مع كل السيدة المشاهدين لو محتاج لتوبة لو محتاج تدي قلبك لرب يا من تسمعني يا من تسمعيني الان الرب عايز يغير قلبك عايز يغير طرقك عايز يغير قلبك واسلوب حياتك واسلوب حياتك النهاردة صلي مع الاسيس عصام وقل له من كل قلبك قلبا نقيا اخلق فيا يا الله اسيس عصام هيصلي وحيصلي بحيث ان ينفع حضرتك وحضرتك تكرر وراه الصلاة وتقبل المسيح في حياتك وتقول له تعالا الى قلبي تعالا اخسلني بدمك ان كنت خاطي اطلب انه يغيرك واخلقك خليقة جديدة ان كنت مؤمن ضعيف قل له تعالا يا رب من فضلك واختبرني وانظر ان كان فيا اي ميل باطل اهدني طريق ابدي تعالوا نرجع للرب قبل ما ناخد الباطل صلاة وبفكركم ان الخطوط مفتوحة واحنا مستعدين نسلي معاكم اي حد محتاج لصلاة توبة احنا مستعدين نسلي معاكم ان كنت خاطي ان كنت مؤمن ان كانت حياتك ضعيفة ان كنت مرتد ان كنت ملحد ايا كان طريقك يسوع هيوصل اليك في هذه اللحظة عشان كده مع الاسيس عصام ارجوك ارجوك في اسم المسيح اروع عيشة اروع حياة ان يكون الله راضي عليك بتحس انك من اسعد فئات البشر اللي على وكه الكرة الارضية واجرب الكلام ده وشوفه لو ما عجبكش خلاص سيبه بس انا واحدة ليه سنين هذا عددها ولا يوم ولا لحظة ندمت انه هو الهي وفدية ومخلصة ورعية ومسؤول عن حياتي ومسؤول عن ايامي الجاية زي ما ضمن حياتي المضيع عشان كده يلا كلنا نصلي مع الاسيس عصام وانا واسقى مليون في المية ان الرب النهاردة هيرد كثيرين وهيغير كثيرين وحيكتب اسماء جديدة في سفر الحياة صدقني يوم ما يكتب اسمك واسمك في سفر الحياة هتحس ان في حمل وسقل على قلبك اتشال وحييجي روح الله القدوس الله الروح القدوس يسكم في قلبك هذا امين صلي معي حاس انه محتاج ان الرب يسكن في قلبك الرب يسوع يسكن في قلبك محتاج ان الرب يغسل قلبك يطهر قلبك يمكن فيه هناك اشياء في داخل القلب مش نضيفة ايوه يمكن فيه خطايا ما تقدرش تعترف فيها قدام البشر لا سيدي يمكن فيه امور صعبة في حياتك مش قادر تشارك اي انسان فيها ايوه لكن انت عارف الرب عارف قلبك الرب عارف قلبك عارف كل شيء في داخل القلب تعرف صلي معي اليوم قل له يا رب نظف قلبي طهر قلبي اغسل قلبي من الداخل في اسم الرب يسوع صلي معي هذه الصلاة قل له يا رب أنا بتوب من كل قلبي على كل خطيائي وعلى كل أعمال الشريرة سمحني يا رب سمحني لأني أغضتك سمحني لأني ارتكبت الخطيئة وكأنها لا شيء يا رب سمحني لأني ارضيت على نفسي أني أعيش في الخطيئة سمحني لأني قبلت على نفسي أني أبعد عنك وانت الإله الحي وأنا ميت يا رب في الخطيئة يا رب بطلب منك اليوم تخلق في داخلي قلبي جديد تعطيني حياة جديدة تسكن في قلبي بالروح القدس يا رب أسكن في قلبي اليوم بالروح القدس غسلني وطهرني من كل خطيئي أنا اليوم برجع لك يا رب أنا اليوم بطوب من كل قلبي أنا اليوم بصمم وباخد خطوة اليوم إني أتبعك وتكون أنت ملكي وإلهي وسيدي وتجلس على عرش قلبي وتكون أنت الكل في الكل في حياتي يا رب طهرني من خطيئي غسلني من خطيئي وعمل مني خليقة جديدة أيوة في المسيح يسوع في اسم الرب يسوع المسيح أصلي آمين 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 مبارك اسم الرب يلي صليت من قلبك يلي صليت من كل أعماقك اتأكد فعلا مليون في المية أن الرب سمع صلاتك والرب نقل عنك خطيتك وأنت في المسيح خليقة جديدة بس لا تكتفي عند هذا الحد تحتاج إلى غزاء أنا دايما بقول الكلام دعتي لفونات البيبي لما يتولد يحتاج طعام وطعام يكون مملوء بالفيتامينات وإحنا لما بنتولد الولادة الجديدة من الله بنحتاج الطعام اللي هو كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد لو ما عندكش كتاب مؤدس إبعت لنا وإحنا بكل سرور نبعت لك كتاب مؤدس الإنترنت لو كتبت الكتاب المقدس حينزلك على الإنترنت قناة الكرمة لو جبت الصفحة الرئيسية هتلاقي على الشمال الكتاب المقدس تقدر تسمعه في كل مكان تقدر تلاقي الكتاب المقدس وإحنا نستطيع أن نرسله لك في أي وقت أنت تحتاج إلى إقرأ كلمة الله وإشبع بيها هتلاقي حياتك تغيرت 180 درجة إحنا اللي كنا في الظلمة نقلنا الله إلى نوره العجيب أمين وحتلاقي حياتك تغيرت وبتحب الرب من كل قلبك حياتك الأبدية ضمنتها إلى أبد الأبدين السيسة سم حضرتك معك تلبط صلاة اليوم وأنا معي برضو شوية فتفضل شخص بيطلب صلاة لأخته في مصر عندها صرع هي تعيش مع أمها صاحبة العمارة اتفقت مع البواب يعمل معهم مشاكل عشان يطلعوهم من العمارة ويعيروهم بسبب مرضها أخوه عايش مع واحدة تعمل أسحار يا رب يا رب يا إلهنا الصالح بنصلي اليوم باتفاق يا رب يا رب تبطل هذه الأسحار في اسمه رب يسوع المسيح يا رب احنا بنستخدم السلطان اللي انت عطتنا يا رب نستخدم هذا السلطان انت قلت انا اعطيكم السلطان ان تدوس الحيات والعقارب وكل قوى العدو ولا يضركم شي نبطل الأعمال السحرية يا سيد الرب على هذا البيت على كل الساكنين في البيت في اسمه رب يسوع المسيح وبنمنع يا رب الأشخاص اللي يحاولوا يعملوا المشاكل يا رب منهم يعملوا أي نوع من المشاكل في اسمه رب يسوع المسيح نصلح حضورك يستمر في البيت وتحرر هالبنت يا رب من الصرع في اسم قدوس القديسين في اسمه الرب يسوع المسيح أمين يا رب هاني عايش في الخطيئة بكل أبعادها صلاة الرب ينقذوا منها يا رب يا رب انت إله تتحنن يا رب مكتوب كنت تتحنن تجول تصنع خير وتشفي جميع المتصلة عليهم إبليس يا رب نرفع هذا الشخص هاني أمام عرش النعم وبنطلب منك تحرره من هذه الخطايا رب العايش فيها في اسمه الرب يسوع المسيح تكلم معه يا رب بصوت مسموع بكتوا على الخطيئة بصوت مسموع أيها السيدة الرب يا رب واخلق منه إنسان جديد أيها السيدة الرب حتى يعرف انك انت هو الحي الحقيقي وحدك في اسمه الرب يسوع ميري عندها مشاكل مع زوجها هو على المخدرات يا رب نرفع ميري ونرفع زوجها يا رب المدمن على المخدرات نصلي في اسم قدوس القدسين إنك يا رب تحاصره من كل ناحية يا سيدة الرب تتكلم معه يا رب بصوت مسموع وتبكتوا على المخدرات يا سيدة الرب وتحرروا منها باسمه الرب يسوع والناس اللي بتدعمه بالمخدرات نصلي يا رب إنك تبعدهم عنه يا رب وتكسر الاتصال معه بينه وبينهم يا رب باسم الرب يسوع حرروا تحرير كامل وكرم يا رب إيماننا وإيمان زوجة ميري في اسمه الرب يسوع أمين ميري من مصر عندها وجع في آمم تفعد ماها دايما في الظهر في الركب في الإيدين ومش قادرة تمشي بنصلي يا رب إنك تزورها زيارة شخصية في اسمه الرب يسوع وتنشلها يا رب دكتور ماريو عنده ستروك صار عنده ستروك يا يسوع حللويا يا رب منصلي تريفرس الستروك يا رب في اسمه الرب يسوع المسيح يا رب شفاء كامل يا رب لدماغ لجميع خلايا دماغ يا رب ويرجع طبيعي زي ما كان قبل الستروك في اسمه الرب يسوع أنت الإله اللي لا يخزى أبدا منتظريك في اسمه الرب يسوع المسيح استأذنك في مكلمة بعد إذنك معنا الأخ نبيل من بنسلفانيا أهلا وسلام بيك أخ نبيل حضرتك على الهول مساء خير أهلا بيك مساء خير للأخ أعصام أهلا فيك أخوي للمشاهدين الكرام وزي حضرتك أهلا فيك أخوي أنا سعيد الحظ أن أتكلم حضرتك المهاردة وبصال من رب أنا يديك بركة ونعمة ويرفعك أكثر وأكثر الله يباركك حبيبي بس معلش يعني أعشان فيكم نبتدوني مساحا من الوقت لأنني عندي عندي شكوى مريدة وصعبان عليها من الرب لأن معلش نمتأس قول حبيبي قول ما تخافش قول أنا لدي أكتة وحيدة في مصر من المينيا اسمها حبيبي بتعيني لها ثلاث سنين من الكنسر نوع من عشرة أنواع الكنسر يفرج لها وعشر تت أنواع كماوي وفي شوالة نوع كماوي ومستجيب لي المرض وأخيرا لجأنا الدكتور تاني فده نوع كماوي جديد مغالي قوي يعني الحون تكلفتها الواحدة سرعة وعشرين ألف جنيه والمشكلة الأكبر أن الأدوية حالية في مصر مش متاحة فبقينا نوفر الدواء بيعجوبة كان الرب الحون بيضبر هلنا ببطوء عجيبة لكن بعد كل وبعد مشاركة القديسين في كل مكان في كل ناس وفي كل حي وفي كل منطقة نعرفها كل المؤمنين وكل القديسين بيشاركون الألم والواجع ومن وقديها الأسرة بتعدي في ظروف فعلا بتتحرق يعني قدي أب وأم بيتشارقوا قدام بنتهم بيتموت قدام عنهم الكامسر اتوقف بيجنس بسبب العلاق لكن المشكلة أنه تنقل الرئة وبدأ ينتشر بشكل مش كويس بشكل إيمنى لكل الرئة وصلها وصلت لحالة اختناء مش قادرت تنفس كويس وبدأت تشكوحة تبقى شديدة جدا ومش قادرت ومش مرتاحة لفنوم ولا مرتاحة بأكل ولا مرتاحة بشن وكل الأصفة متألمة وكل المؤمنين وكل الاجتماعات بتكررصوه وصلا أنا سؤالي للرب أنت لما شفت مريم أخت العاضر وهي بتبكي ما قلتش حاجة أي كلمة غير لو كنتها هنا لم يامت أخي ما هم متكلمش ولا رد عليها كل اللي هو أعمل والوضطرت بالروح وبكى يعني هو أحنا عيد وبيحس وبيحب وبيشفى عليه أولاده وقال لنا فترة طويلة بنصلي بقول يا رب مناش غيرك أنت حنانة هنلجأ من مين مهروح لين أنت صاحب كلمة بالمرض دو والكماوي ده كله والمصاريز دي كلها والمعمار اللي احنا سيئ ده كلها بكلمة منك لأنت صاحب الإيد القديرة لكن أنا 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 متأسف للرب أولاد وليكم أنا خلقت إيدي أقفوا قدام وقالوا ليه مش صح من واحد يقفوا قدام الرب ويسألوا ليه لأنه حكيم وعرف شغله بس أنا صاحبان عليك أبني ليه أي ابن يبقى عشمان في أبوه أنه ها يستمتع بخير أبوه ويستمتع لما يبقى متألم بدرمي في حب أبويا لكن رب كل إحساسي يعني سمحوني أنه كان وقافل ويدانه عننا وكل يوم بيبقى مرة من قبله كل يوم بنتحرق وأختي بتموت من إيدي ومش عارفين نعملها كلنا وقفين حواليها من خفين حواليها ومش عارفين نعمل إيه من صلي اتكلمت مع الأسيس أليكس كذا وره وقال لها أصلي وشجعها وهي ما زالت بتصرخ وبتعلم من الألم بوطن مرير يعني أنا أنا نفسي إجابة هل رب حاسب بألم ولاده هل رب حاسب أنا كأب بشري لما بشوف أجني بتقلم أنا ما بتقلماش بنوم ما قدرش يهديني بال ببقى عايز أعمل أي حاجة هل رب يحس بنا هل رب هينفز اللي هو عايزه مهما ترفع الصلاة هل رب هيحرقها بالطريقة دي وينهيها بالطريقة دي مهما القديسين طلبوا صاره كنايس كتير ومؤمنين كتير وقديسين كتير رفعوا صلاة ورفعوا عيدين بقول له يا رب انت صاحب اليد القديرة مهما يكون الكلام ومهما يكون تقارير الدكاترة ومهما يكون الدكتور بيقول كلمة انت صاحب الكلمة الأخيرة مهما يكون مهما يكون مهما يستوى الدكتور انت صاحب الكلمة الأخيرة يا ربي ليه يعني مجد اسمك عظم اسمك ناس كتير وقت تتفرج الناس اللي في العراق وفي سوريا بيدبحوا وبيقتلوا وعندوهم في منطقة القوة والغنى والراحة وبيستمتعوا بحياتهم بالشر والبشاع بطريقة رهيبة وانت سايبهم ومع أولادك دي سعليهم اللي في النوخاء العظمي وفي أماكن مرادة ولي في المخ فالسؤالي يعني سؤالي للفش هل الرب ممكن يقفل ودانو عن صراخ صراخ أولاده لك هو بيقفل ودانو عن نروح لمن وتتكلم مع نين معلش انا متأسف اخدت وقت زيب عن وقت لكن انا متأسف انا انا عشمان في محبة اخواتي وفي قناة الكرمة وانا بثق ان ربنا بيسمع ويستجيب لكن سؤالي ان انا بخبض عليه النهاردة بقوله انا صعبان علي منك لانا لما انا اصرخ ولك رب نجي يدك ليس ابنة نروح لمن دا انت الحمة هل الويا تحت ظل الجناح نروح لمن نروح لمن نروح لمن فنفسي ورجاء المحبة اخوين مين اخوين 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 عندها طفلين صغيرين بتعاني من الكنصر ليها تلات سنين وهي في مرارة في مرارة المر وكل الأسرة هتعبانا والأب والأم بيتحرقوا قدامها ومش عارفين نعمل ايه اخوين 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 بطلب منك في اسم الرب ياسوع والمحبة الاخوية اللي بتجمعنا وهتجمعنا في الابدية قريب انك ترفع هوايدا قدام عرش النعمة وتسأل رب تحلن عليها يمدي ايده من فضلك احنا فعلا الأسرة بتمر في أمر في أمر المر الكمسر بدأ ينتشر في الرئة وبدأت مش قادر تتنفس ومش عارفين نعمل ايه اخوين نبيل اخوين نبيل اخوين نبيل من فضلك ارفع هوايدا ويديها انت امين تشجيع من عندك انت معك حاليا على التلفزيون وصلها رسالة تشجيع ده على لسان حضرتك من فهم الرب ياسوع وأنا متأسف من اخدت وقت اكتر من وقت اخوين نبيل من المهم من المهم امرين كتير مهمين في اي نوع من المرض مش بس الكانسر لكن في اي نوع من المرض من المهم جدا نعرف انه اول شي ما اعظم اعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت ما فيش شي الله بيعمله بيعمله عشوائي كل شي الله بيعمله كل شي الله بيسمح فيه بحكمة الزبط فين الحكمة انا في الوقت الحاضر مش شايف هذا الشيء الاول الشيء التاني اللي حب اقولك اياه انه احنا بنصلي وبنستمر نصلي الكتاب بعلمنا في كل ضيقهم تضايق ايه ففكرة انه الله مش مهتم للضيق اللي هي بتمر فيه هذه فكرة مش من عند الرب ابدا انا متأكد مليون في المية ان الرب بيشعر معها لكن في حكمة الهية من ورا الموضوع كله احنا حنعمل نستمر في الصلاة وهلأ بنعمة يسوع راح نصلي مش بس لهويدة لكن لكل شخص في اسم الرب يسوع بيسمعنا اليوم ولكل طلبة بوسط الطلبات اللي عندنا اشخاص عندهم سرطان راح نصلي مع بعض باتفاق وانا متأكد انه الهنا بتدخل في الموضوع وبيشفي خلي ايماننا في الرب مش في الظروف ولا في الامور المرئية الرب قال لمرثى انا اقل لك ان امنت ترين مجد الله مش بس بكة لكن قالها والرب قال لك اليوم الم اقل لك يا نبيل ان امنت سترى مجد الله نحن نؤمن ابراهيم لما امن حصل على الوعد ابتدى الوعد يشتغل لانه ابراهيم امن واحنا اليوم راح نصلي لكل شخص عنده سرطان امين يا رب سمعونا كويس سمعني كويس هويدة سمعيني كويس وكل شخص عنده سرطان يسمع هذا الصوت يا رب الهنا حي ولو انتقل السرطان لكل انحاء الجسم لسه من حوالي اسبوعين اخت بتتصل فيه بتقول عندها السرطان كان في الصدر وقالها الدكتور انها ستيج فور قبل ما يبدو يعطيها الكيمة وعمل اخر اكس راي تصل فيها بقولها انت مش ستيج فور انت ستيج زيرو والتصل بتقول راح اشهد للرب وقول له اقول للناس انه الرب شفاني مرات كتير نوصل عند اخر الهزيع الرابع وبنشوفه الرب ماشي على المي من اولها وحتى نهاية الهزيع الرابع عيوننا على الرب مش على المرض على الرم وانا متأكد ان الرب دائما بينصف اولاده الصارخين الي نهارا وليلا في اسمه الرب يسوع يا الهنا الصالح نفعل قوة الاتفاق الان يا رب انا واختي سلوى يا رب واخوي نبيل يا رب وهويدا يا رب في مصر يا رب كل شخص اليوم بسمعنا يا رب عنده كانسر او شخص اخر يا رب طلب منه الصلاة عنده كانسر يا رب يا رب يا رب قالوا لك التلاميذ وهم في السفينة وانت معاهم في السفينة يا رب نايم في مؤخرة السفينة اما يا همك اننا نهلك يا ياسم وافتلت لهم يا قليلي الايمان لماذا شككتهم يا رب يا رب يا رب اليوم سمحنا لانه في ضعفنا يا رب وفي لحظة ضعف بنشك انك انت عايز تشفي ومنقول يمكن الرب مش عايز يشفي يا رب ارجوك سمحنا يا رب يا رب اعن ضعف ايمان يا رب حول الضعف الى قوة يا رب في اسم الرب يسوع المسيح يا رب احنا ننتهر الكانسر وروح الكانسر يا رب ننتهر الكانسر من اولادك ومن شعبك في اسم الرب يسوع المسيح يا رب بنطلب وجهك اليوم يا سيد الرب انت اللي قلت اطلب وجهي بنطلب وجهك يا سيد الرب بنرفع يا رب كل شخص اليوم عنده كانسر امام المذبح يا رب امام عرشك يا سيد الرب انت الاله الحي انت القديم الايام انت الازلي انت الابدي انت اللي لا تموت ابدا يا رب أنت حي إلى أبد الآبدين يا رب أنت تقول فيصير تأمر فيكون يا سيد الرب لنك إله حي يا رب منرفع شعبك يا رب المريض في كل مكان في العالم يا رب في كل مكان هذا الصوت يسمع فيه يا رب منرفع شعبك يا رب اليوم تداخل يا سيد الرب المسوايد يا رب انهضها باسم الرب يسوع المسيح باسم القدوس الأزلي باسم القديم الأيام باسم الألف والياء مكتوب عنه يدعى اسمه عجيب لأنه يشفي مشير لأنه يرشد إله عظيم أبدي لا يموت أبدا رئيس السلام لأنه يفيد في قلوبنا بالسلام الكامل وسلام الله لديه فوق كل عقل يملأ قلوبنا وأفكارنا في اسم الرب يسوع المسيح وفي شخص الساكن فينا يا رب نؤمن أنه أجسادنا هي هيكل لروحك القدوس ونؤمن يا رب أنه مدام هذا الهيكل لروحك يا رب أنت المسؤول عنه يا رب نصلي اتمد يمينك على هذه الهياكل يا رب بالأصابة السرطان وتبرئها إبرأ كامل في اسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد نصلي نشكرك يا رب نشكرك لأنك شفيت في اسم الرب يسوع أمين أمين مبارك اسم الرب محتاجين نقدم الشكر للرب أخت سلوة لأنه الرب شفى أنا عندي إحساس أنه هنسمع اختبارات جميلة عندي إيمان أنه فعلا هنسمع اختبارات مجيدة جدا في اسم الرب يسوع بس ما تبخلوش علينا وكلمونا وفرحونا معكم معنا الأخ نبيل من تينيسي أهلا وسلم بيك أخ نبيل وأسفين على الانتظار على القط أهلا وسلم لا أنا شرفت بحضرتك وشكرا خالص يعني البرنامج جميل جدا والرب أكيد يعني بيشتغدامكم الرب يبرك وإحنا جربنا نكمل ثلاث سنين هنا جينا أمريكا أي وابننا سايبينه في مصر فالمشكلة إن هنا والده تتعبط خالص جال السكر والضغط يعنيها تأثرت بوبوكة على طول بس أنا واسك يعني في الرب هيعمل معجزته وهيجي أمين هذا نحتاج للسلة يعني للصلة وصلواتكم معنا ومكتوب إن اجتمع اثنين أو ثلاثة بإسمه هناك أقول في الوسط وأنا أصد كل الصقة إن الرب يتمجد يعني على عيدكم هو بنتظر لوراء الهجرة آه عشان ييجي لا هو مع الأسف ما قدمش في هجرة لأنه كان لسه في الجيش وكان عدد سن القانون بتاعه طب بينتظر يجي بأي طريقة بأي أسلوب هو يعني وعد الرب إنه هو هيجي ما عرفش بقى هيجي إزاي ممكن عن طريق هجرة عن طريق واحدة تدي له الهجرة أنا ما عرفش أقول لك الرب يعني ناسك إن الرب يعمل معجزته بصلواتكم إنتو جيتوا بالهجرة إحنا جينا بالهجرة إسمه إيه اسمه سمائيل نبيه الهدي سمائيل يا أبونا السماء ومنرفع ابنك سمائيل يا رب في مصر أنت عارفه موضوع يا رب معاملته حتى يكون مع والده والدته يا رب نصلي إنك تسهل المعاملة يا سيد الرب وبطريقتك أنت يا رب تجيبه لتنسي في اسمه الرب يسوع أشكرك لأنك سمعت مد يمينك عوالدت يا رب وش فيها من المرض يا رب وأملأ قلبها بأفراحها الروح القدس في اسمه الرب يسوع أمين نحتاجين صلي للعابرين يا أختي آه طبعا عايزين صلي للعابرين عايزين صلي لبلدنا العربية وعايزين نصلي كل تلبط الصلاة قدامنا رب يتمجد فيها بس عندنا ثقة إنه هو حي يجي ومش هيتأخر أمين صدقوني صدقوني أنا ثقة وإيماني إن الرب حي يجي ومش هيتأخر أمين وإن كنت ظنيته هو تأخر لكن هو ما تأخرش هو مستني لغرض معين في ذهنه لأن ليس كل أمور الله يجاوب عنها أحيانا كتير مش بنفهم ليه ده حاصل لأن فيه أمور إحنا ما نقدرش نفهمها وفيه أمور حنفهمها فيما بعد لما قال لبطرس لست تفهم الآن ما أنا أصنع أنت مش عارف لكنك ستفهم فيما بعد حنفهم فيما بعد وعارفين قد يكون المبعد ده هو في المجد بس حنفهم وحنشكره معنا يا ابن الرب من فرنسا أهلا وسهلا بيك حضرتك على الهوى تفضل ألو فقدنا الاتصال سوري معلش فقدنا الاتصال ممكن تتسل بينا تاني يا ابن الرب أخت فرونيا من ألمانيا أهلا وسهلا بيك حضرتك على الهوى تفضل مساء الخير أخوة مساء الخير يا حبيبي أهلا بيك يبركك الرب يا حبيبي حبيبي أنا وفك أخد أكي معه حتى يصلي لي ربنا بيش مني على عيده أنا والباق فرص يصطنا يعني أنا مشتول إيش أنا نصفي بيك كمان صعب نشتنل سبعة تشهر طريت أختلا بيك ولي بيمشي نبيكي حاب تصلي له يا ابونا عصاب بخيرك طبيبي ربنا بيش مني على عيدك يا رب يا رب تؤمن أن الرب يسوع قادر أن يشفي نعم بابا نعم بكل قلبي بكل إمامي في اسم الرب يسوع المسيح يا ابوي السماوي يا رب باتفاق مع كل شخص بسمعنا اليوم يا رب يا رب اليوم نرفع هذه الأخت فرونيا يا رب أمام عرش النعمة عندها شلال نصفي بنصلي اليوم أنك تحرك الأحصاب يا رب كل الأعصاب اللي تتحكم في القدمين باسم الرب يسوع المسيح كل الأعصاب اللي فقد فيها الحس تبث فيها حس جديد يا سيدة رب يا رب تشعر برجلها وتمشي باسم الرب يسوع المسيح تعطيها القوة تعطيها المسحة من عندك من فوق يا رب احنا منصلي ما بتحدكش حدود يا رب ولا قارات ولا بحار يا رب انت قادر على كل شيء تقول فيكون تأمر فيصير في اسم الرب يسوع المسيح مد يمينك على بنتك هلا يا رب الآن في اسم الرب يسوع المسيح ساعدة توقف على رجليها الآن باسم الرب يسوع المسيح وأعطي حس وأعطي قوة على الوقوف في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع المسيح في اسم ملك الملوك ورب الأرباب أمين في اسم الرب يسوع ابدي امشي أختي في اسم يسوع ابدي امشي بقوة الرب يسوع باسم الرب يسوع وقف على رجليك في اسم يسوع باسم الرب يسوع عم بتحرك رجليكي خلي عندك إيمان خلي عندك إيمان يا يسوع هو في الدنع الكاذي تشكره ربي يسوع هللويا الرب يتمجد وهيكمل معك عم تمشي؟ لا مش عممشي بس فقط في بدون عكازة يعني حاول قرق لرجليك إيد اليسار ما بتشتغل بس إيد اليمن تتحرك إيد اليسار لا إيد اليسار ما بتتحرك؟ لا إيد شلل نصفي جيت اليسار شلل نصفي إيدك اليمين ورجلك اليمين ما بتحركوا؟ لا إيد اليسار ورجل اليسار وهلأ لسه ما بتحركوا؟ لا يعني إذا بمشي بوقع يعني خايفة ما هو تكسر تكسير لأنه صحت كتير منها حشانك صارة مثل الدب يعني ما في فنشي بشانيك يا رب في اسم الرب يسوع المسيح بنصلي هلأ يا رب في اسم الرب يسوع إنك تمد يمينك على الدماغ على الخلايا اللي في الدماغ يا رب نتيجة الستروك يا رب صار فيها خلل صار ماتت يا رب وصار شلل يا سيد الرب في اسم الرب يسوع المسيح انت حييها من جديد أنت اللي نديت لعازر بعد ممات أوه حللويا بعد أربعة أيام من ممات وأنتن يا رب وحيته من جديد يا رب انت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد باسم الرب يسوع المسيح نصلي إنك انت تلمس الإيد الشمال والرجل الشمال وتعمل ريفرس يا رب لكل دامج صار لكل تعطيل صار في الإيد وفي الرجل في اسم الرب يسوع في اسم ملك الملوك ورب الأرباب أمين يا رب أمين في اسم يسوع أمين يا رب أمين في اسم يسوع يا رب حس في حركة في إيدك الشمال حركة إيدك الشمال أحرقك بس ما بسان ما بفتحه بسي بشنجه كله يعني اذا بعطيه بسي هلو هلو أيوه احسار بوعده ايدي مشنجي يعني ما بطعي حركة بسيطة ما عدت احكي معتكوا خبر يعني ان شاء الله قوت الرب الرب اليوم بشمين على يدك يا رب مش عيدي يا أختي أنا ما بشفيش الرب هو اللي بشفي طبعا ربي تنجد معاك الرب يسمع صوتك أكتب من صوتك لا الرب يسمع صوتك حللويا يا رب أشكرك يا رب أشكرك على شفاقها يا رب يا رب أشكرك على شفاق الخلايا اللي ميت يا رب لأنك أنت أحيتها وأشكرك على شفاق الإيد والرجل في اسم الرب يسوع أعطيك المجد والكرام في اسم ملك الملوك ورب الأرباب أمين يا رب عارف يا أسيس عصام مرة حد كان عنده شلل وقاعد على ويلة شير واتصل وصلينا مع بعض صدقني كلموني بعد كده قالوا لي الرب شفاه وقام وقالوا لي دلوقتي هو في الشغل يعني خف وتحسن ورجع شغله رب عظيم جدا جدا طيب هناخد مكلمة قبل من نطلع فاصل معنا الأخ ويليم من كاليفورنيا أهلا وسهلا بيك يا أخ ويليم حضرتك على الهوى تفضل سهلوة لأخت المباركة أهلا بيك وحضرت الأسيس عصام الرب يستخدمك بكل قوة وبكل بركة أنتم بركة كبيرة والرب بيسمع منك أنا عندي عملية يوم 18 الشهر ده في تغيير الرجبة الشمال بس المشكلة أن أنا عندي القلب والسكر والضغط فممكن احتمال أن أنا أقصر رجلي بسم الله يسمع الصلاة من أجلي أنا عارف أن الرب كريم ورحيم وبيسمع الصلاة لأن زي ما قال كيف أن خالق الأذن لا يسمع وخالق الأنين لا رب يتمجد ويستخدمك أكثر وأكثر في قناة الكرمة والمجد لله صلوا لي من فضلكم أمين أمين يا دكتور وليام رب يتمجد معاك في اسم يسوع يا إله من صالح باسم الرب يسوع نرفع أخونا يا رب أمام عرش النعمة أنت شايفه عارفه وفين عارف مشكلة الركب يا رب نصلي باسم الرب يسوع المسيح ونحن ننتهر أي تعقيدات مرتبها عدو الخير نؤمن أنك أنت الإله السهران على شعبك وعلى أولادك يا رب نرفع أمام عرشك يا رب نطلب منك عملية سهلة أيها السيدة الرب يدخل ويطلع بكل سهولة ولا أي نوع يا رب من التعقيدات في العملية أو من التخدير يا رب أو بسبب السكر أو بسبب أي شيء في جسده في اسم الرب يسوع المسيح أنا بشكرك لأنك سمعت واستجابت صلاتنا اليوم في اسم الرب يسوع أمين بالإيمان الرب تمجد معاك يا دكتور وليام رب صالح جدا صدق فأمنته وسدق إنه صالح طب معنا بنت الرب من نيويورك أهلا وسهلا بيك حضرتك على الهوى ألو أهلا وسهلا ده ابن الرب سوري أهلا وسهلا بحضرتك حضرتك على الهوى تفضل مسهلا خير أنا الحياة عشمي في صالة منكم المدام عندها عملية يوم 21 أكتوبر رموك الكحشر من الصدر وأنا عندي إخساس كذا عملية سبتة المسيح يتمجد ويشيل في اسم يا سوري عايز صالح منكم لو سمحت يوم 21 أكتوبر طيب أخي رح أقول لك شيء في مرة أختي إيجت عنا على الكنيسة يوم الحد قالت عندي كانسر في الصدر يوم الثلاثة عندي سكجول حتى نعمل عملية نشيل الصدر صلينا يوم الثلاثة راحت وعملت العملية وشالوا الصدر بعد ما شال الصدر فحصوا لا وإنه اللي شالوه ما فيش فيه كانسر يا يسوع كان الرب شفاها يا يسوع نحن نطلب لربنا أن ينبهنا قبل ما يشيلوا حاجة فإذا هلأ رح نصلي في اسم الرب يسوع المسيح وقبل العملية أطلب أن يعملوا تحليل مرة تانية أمين في اسم يسوع أمين هعمل حكادي باسم الرب يسوع يا إلهنا الصالح نرفع يا رب بنتك أمام عرش النعمة يا رب زوجة تصل يا رب بقول في كانسر في الصدر يا رب وموعد العملية 21 أكتوبر يا رب نصلي أنك ترسل كلمتك وتشفيها وتؤمر الكانسر بالتراجع أمين كليا يا رب يا رب يختفي اختفاء كامل أمين من جسدها باسم الرب يسوع المسيح نشكرك لأنك سمعت واستجبت أمين أمين يا رب أمين في اسم يسوع رب يتمجد معك في اسم يسوع إحنا واسقين رب هيتمجد مجد من غير حدود هو صالح طيب هناخد الاتصال الأخير قبل الفاصل أخت نعيمة من تينيسي أهلا وسهلا بيك يا أخت نعيمة حضرتك على هوت فضلي أهلا بحضرتك أنا أشكر ربنا أن ربنا قويكم وتمجد في الخدمة على طول على طول وتثمره سمع كتير رب يبارك ومحتاج أطلب الصلاة من أجل بنتي لأننا جئنا هنا في أمريكا بقى ثلاث سنين جاءنا أول ما جاءنا جاء لها زي نقطة دم على المخ فأم العدرة ومارجيرج تحولوها زي كيسة سائب على المخ أشكر ربنا وجلز كهرباء جديدة للوقت سرع يعني فبتتعالج فتعب فتعبنا منه جامد يا مستر علاج تعبها وتعب معدتها عايزة تقولي اسمها اسمها بسانت حنة بسانت حاضر بسانت حنة ومحتاجة تلب الصلاة لباباها مخايل فتحي عشان عنده السكر مرتفع على طول ومحتاجة تلب الصلاة لإخواتها الأنتونيس حنة وبولا حنة عشان ربنا يرتب حياتهم ويقف معهم هنا في البلد دي عشان خايف عليهم من هنا محتاجهم يبصدن المسيح على طول هم محتاجين يعرفوا المسيح وأنا محتاجة صلاة لأن أنا عندي فيروس دي وحياخدوا مني عينة كده يوم الثلاثة اللي جاي فربنا يتمجد وأنا واسك أن ربنا يتمجد معايا وأنا أشكره على كل حاله وبقوله كمل صليبك يا رب بس تديني الاحتمال أنا من زعلانة بس هو يكمل صليبه ويديني الاحتمال لا 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 هتمجد معاك يا حببتي هتمجد معاك يا ربنا معكم ويقويكم ويصمركم ويصمر كتير في اسم يسوع يا حسن حللويا مبارك اسمك يا رب نرفع أختنا نعيمة ونصلي ونصلي أنك تلمس الكبد يا رب ونصلي يا رب أنك تشفي من الفيروس باسم الرب يسوع نرفع أمامك زوجها يا سيد الرب في اسم القدوس الأزل أنك تلمس جسده وتبروه يبراء كامل نرفع أمامك يا رب بس أنت باسم الرب يسوع أنك أنت تلمس القلب والكهرباء الزايدة في القلب يا رب أنك أنت تشيلها كليا يا سيد الرب وتخلي الكهرباء على يا رب حسب التصميم اللي أنت صممت فيه نصلي أي نوع من الصرع يا رب أنت الدوية يا سيد الرب تلمس الدماغ وجميع خلايا الدماغ والكهرباء اللي في الدماغ أيها السيد الرب وتعمل معجزة معها أنت إلهي المعجزات يا رب افتقدها ولمسها بلمس تروحك القدوس شفاء كامل من الرأس حتى أخمص القدمين افتقد باقي أفراد العائلة يا رب وبارك ولمس في اسم القدوس في اسم الرب يسوع أمين أمين ربي يتمجد معاكي أكت نعيمة حب أن المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد قليل ابقوا معنا هنرجع لكم تاني بسرعة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر أهلاً بيكم وحباني المشاهدين مرة تاني ورجعنا إليكم وهنكمل بقية البوطة الصلاة أهلاً بيك أسيس عصام أنا عارفة أنت البوطة الصلاة كتيرة جداً زادت الرب يبارك في الوقت يعني حاللويا بنت الرب بتصلي أنه لورين تبعد عن العائلة اللي بتعمل مشاكل احنا منصلي أنه الرب يلمس قلب لورين في اسمه الرب يسوع ناهد بتصلي لابنها يصير في عنده أولاد يا رب نرفع صلاة لكل شخص بطلب زرع بشر اليوم إنك تكرم شعبك تكرم إيمانهم أمين يا رب اكرم ابن ناهد يا ربي بزرع بشر في اسمه الرب يسوع إيمي الرب وعات لها شريك حياة صالح داني الرب بعات له شغل باسمه الرب يسوع قبل كم يوم أخ إلنا سنتين من صليله لأجل شغل وكان الرب بتعامل معه لأنه فيه أمور في حياته كانت يعني الرب عارف أنه لازم يشتغل عليها فأخينا الرب عطاه شغل فشوف الفرح اللي في داخله كيف الرب أكرمه في الشغل طبع أختاني بتقول أنا كنت مش مبسوطة في الشغل بقول لها رب عطيني الشغل أفضل خلال يومين أخدت شغل أفضل حتى بيتفعولها الدبل اللي كانت تاخده كمان فالرب بيكرم دايما أولاده نحن لازم نؤمن أنه الله بيكرم أو بيعطي أشغال مريس من مصر مريض ومحتاج معجزة باسمه الرب يسوع المسيح بنصلي يا ربناك تلمس يا رب و تعطيه هذه المعجزة راقي محتاج شفاء في اسم الرب يسوع مينة في فرجينيا محتاج شغل في اسم الرب يسوع المسيح سيدة من كندا تطلب صلاة لنا تشعر أن الشيطان يأتي إليها بالليل في أفعال مشينة يا رب منصلي أنك تسيش حواليها بسور من نار و تحميها يا رب من أعمال عدو الخير في اسم الرب يسوع و تطلب صلاة لابنها بسراخ لأنه ماشي في طريق الخطيئة بكل أبعادها يا رب تحنن على هذا الولد يا رب في اسم الرب يسوع أرجوك إلهي إلمس حياته بقوة الروح القدس يا رب و غيره تغيير من الأعماق أولدوا بلاد جديدة في اسم الرب يسوع دانيالا ثلاث سنوات سموئيل سارة توأم سبعة الشهر جميعهم عندهم خوف شديد ولا يناموا إلا في حضن الأم يا رب املأ قلوبهم بسلامك العجيب أرجوك في اسم الرب يسوع جاكي شابة صغيرة عندها كانسر و كيمو مش جايب نتيجة معها يا رب نرفع جاكي مع الأشخاص اللي صنعنا لهم لأجل الكانسر تلمسها يا رب و أنت اللي تبرئ و أنت اللي تشفي في اسم الرب يسوع ألحان منتظر الزواج في اسم الرب يسوع و أكرمها بشريك حياة يا رب مؤمن و ممتلئ من الروح القدس بنت الرب من أستراليا تطلب صلاة لأجل عماتها و خالاتها هربوا من العراق إلى لبنان في انتظار فيزا لأستراليا و ابن خالها في أمريكا عنده اكتئاب و ابنها يقبل الرب يسوع في حياته في اسم الرب يسوع سهل المعاملات يا رب حتى تلمش من العائلة يا رب و المثل يا رب الولد اللي عنده اكتئاب و حرره من هذا الاكتئاب باسم الرب يسوع بسبب الظروف بنت الرب ظروفها صعبة حال المشكلة من أجل بهاء و العائلة شفاء من أجل ماري و مونة و أمل و جانت و ماري بنت الرب تطلب من أجل وليام و عيسى و ديفيد و نبيل يعرف الرب أمين شفاء من السكر من أجل بيير أرجوك يا إلهي الصالح المس وش فيه بنت الرب تطلب من أجل ابنتها بتمر بطلاء يا رب ما تسمحش البيت ينهد يا رب أرجوك افتقد البيت والشخص اللي تصل مع مبارح يا رب برضو كمان مشاكل زوجية أرجوك إلهي الصالح افتقد العائلات يا سيد الرب أرجوك يا رب في اسم الرب يسوع شاب من كندا نفسيته تعبانة الرب يرتب الزواج من أجل ألحان و ميرفت و جويس و فلورا صلاة الأجل هاني حتى يعرف الرب فحوصات إخلاص تكون طبيعية بنت الرب اللي بتحب يسوع بتطلب يعلمها تصلي قدام أي حد في اسم الرب يسوع عطيها شجاعة يا رب املأها بالروح القدس ميرنا عندها امتحان الصيدة لي أرجوك يا سيد الرب أعطيها ذاكرة قوية و فهم يا رب غير عادي يا سيد الرب حتى تجاوب على كل الأسئلة يا رب بامتياز صلاة من أجل جيهان و نانسي و فادي و أنجيل شغل من أجل نادي و جيهان حماية الرب على فادي و روبين باسم الرب يسوع المسيح هاي فمحتاج الصلاة لأجل أولادها الاثنين روبرت و جورج حتى الرب يلمس قلبهم يا رب و يهتم في والدتهم و جول يكون قريب من الرب في اسم الرب يسوع هنا أفلا عندها كانسر يا رب أرجوك المسها الياس عنده عملية في العين يا رب يا رب يا رب أرجوك ألمس 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 الياس في اسم الرب يسوع ماجد من فرنسا محتاج شفاء افتقد و زوره يا سيد الرب مستأذلك في مكلمة من ألمانيا بعد إذنك يا سيد فضل يا أختي معنا الأخت لوسية من ألمانيا أهلا وسهلا بيك تفضلي حضرتك على الهواء سلام يسوع معكم أهلا وسهلا من ألمانيا عم بحكي أهلا سهلا أهلا فيك أهلا فيكم رب يبارككم يبارك البرنامج كيف الصحة أخت شكرا بحلوتي سلوة أخذ سلوة كيف الصحة شكرا لبرنامج و شكرا لسلواتكم اللي عم بيصل لبيوتنا أنا يعني متشكر الرب على هالبرنامج على الكرمة وعن جميع العاملين فيه وبشكر أسيس عسام سلواتك بيصلنا نشكر الرب يسوع أنا كنت نايمة فأت و قلت أشعل تلفزيون لأشوف الرب هيك حكى بقلبي أنه حضرتك بالبرنامج بباركك الرب و فتلوسية أشكر الله و بطلب نسبة لأبني حضرتك سلت عدد مرات نشكر الرب يسوع أنا بتشكر الرب وبنشكركم بتشكر صلواتكم إلهنا إله حي إلهنا عظيم مبارك يسوع الله هيك ربنا سمع صلوات و ربنا شفاء كان بعيد عن الرب نشكر الرب يسوع بروح معي على الكنيسة منصلي سوا بالبيل أتفرض على البرنامج يعني وبنضمج بالرب سعي هو معه بس بحس إنه عم بنضمج بالرب حليلويا مبارك اسمه رب شفاء من إيه كان عنده إيه أبتشكركم كتير أه كان عنده الألب عمل ثلاثة عمليات قلب ياه نعم عملية خلال سنة عمليتين قلب مفتوح وبيباس يعني كان كتير كتير صعب وهو معوق يعني عقليا مو عقليا يعني ما بشعر نعم هو كان بالحرب بسوريا عاي 23 لما أجل هون لألمانيا شفته مطاير ابني نهائيا هو يعني عناية طبية وكذا الحمد لله نشكر رب يسوع بطلب من الرب وبريد صلاة لأبني كيتحرر من الدخن يعني كتير عم بيدخن وهذا شي بأسي ابنك تاني يعني نعم ابنك التاني عنده بيدخن هو نفسه هو نفسه نعم خالد نعم هو نفسه فترة ترك يعني بأثناء العمليات وكان شهر بعدين رجعي على الدخن الحمد لله نشكر رب يسوع كان لي كمان مشاكل مع الدولة هم مشان عناية ابني ياخدوا مني أما هلأ غيرنا الشخص اللي كان مسؤول يعني للوراء للشعبات هلأ ربنا يسر الأمر نشكر رب يسوع ربنا صالح الحمد لله أخت هلأ في سيدة هي يدي بدا تعتني بالحكومة وراء واشاء الله ومطلوب صالح مشا صحتي رجلي رجلي عم بوجعوني ركبي بس الحمد لله نشكر رب يسوع صحتي أحسن بقدر بطوخ يعني الحمد لله نشكر رب يسوع كل شي اللي ما كنت بقدر الحمد لله بس وجهة ركبي أمين يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب نرفع خالة دي مام عرش النعم وبنطلب منك يا رب إنك تكره في النيكوتين اسم يسوع تكره في الدخان يا رب لا ما تخليه حب الدخان لكن يكره ريحة الدخان يا رب ويرفض السقائر يا رب ويرفض أنه يدفن أرجوك اسم الرب يسوع نصلناك تحرره من النكوتين وحب النكوتين في اسم الرب يسوع وتأثير النكوتين عليه أرجوك يا سيدة رب كمان نصل ونرفع أخنا رسية أمام عرش النعمة بنصل لك تلمس الركب يا رب وتخفف عنها الوجع في اسمه الرب يسوع تعطيها قوة في جسدها في اسم ملك الملوك ورب الأرباب نشكرك لأنك سمعت ونشكرك دايما بتكرم إيمانها يا رب أعطيك كل مجد وكرامك إلى أبد لأبدين أمين يا رب مبارك اسم الرب الرب يباركيك يا أخت لوسية معنا الأخت نجيبة من كندا سلام بيك يا أخت نجيبة حضرتك على الهوت مرحبا أهلا بيك يا أخت نجيبة أهلا بيك أهلا بيك يا أخت نجيبة وطي التلفزيون بعد إذنك اسمعينا بالتليفون اسمعينا بس من التليفون شكرا أهلا بيك يا أخت نجيبة تفضلي أطلب صلاة أكو واحد جيراننا حزيزي أمرو 25 سنة عندو عندو صلاطان حزيزي عندو صلاطان جيراننا خطية اسمو ميلاد اسمو ميلاد حاضر 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 أي عزيزي حاضر كل دماء أجيب طاري أبكي عليه خطية حاضر أريد صلاة أريد صلاة لأولادي وولادي وبناتي وصلاة لأبني أنا مود رزق أمين رزق أطلب على رزق الأبني ولولادي وولادي أمين أبني أمين شوية أريد تحكي ما تحكي شوية تحكي وصلي كلنا سنصلي للعراق أمين يا رب أمين 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 يا رب يا إلهنا الصالح نرفع أخنا نجيب أمام عرش النعمة ومنصلي لمس إلها يا رب لمس لبيتها لعائلتها لأولادها لأحفاتها يا رب وهذا الشخص اللي اتصلت لأجله يا رب ميلاد 25 سنة عنده سرطان وصلي يا رب أنك تفتقده يا رب أنك تزوره زيارة خاصة يا سيد الرب أنك تظهر ذاتك كيلو أيها السيد الرب وتخلص نفسه أولا وبعدين تشفيه في اسم الرب يسوع المسيح نصلي أمين يا رب بنرفع أمامك العابرين يا رب كل شخص عبر يا رب من الظلمة إلى نورك العجيب كل شخص اختبرك اختبار شخصي يا إلهنا الصالح أرجوك في اسم الرب يسوع خاصة إخوتنا يا رب اللي في الشرق الأوسط في البلاد العربية يا رب أنت عارف الظروف يا رب نصلي ترسل ملاك حضرتك يا رب تسيش حواليهم وتحميهم يا سيد الرب مكتوب في زكريا 2.5 وأنا يقول للسيد الرب أكون صور نار من حولها ومجد في وسطها يا رب نصلي أنك تسيش حواليهم بصور من نار تحميهم يا رب من جميع مكائد عدو الخير يا رب تحفظهم من الشرير يا سيد الرب أرجوك في اسم الرب يسوع ثبتهم في الإيمان وثبتهم في حقك يا سيد الرب كلامك وحق في اسم ملك الملوك ورب الأرب في اسم الرب يسوع المسيح ابن الله الحي نصلي يا رب أن الناس يا رب اللي تركت يا رب الديانات الأخرى يا رب وألحدت يا إله الصالح تظهر ذاتك لهذه النفوس حتى تعرف أنك أنت الإله الحقيقي وحدك وليس سواك أرجوك يا إلهنا الصالح ألمس ولادك يا رب سدت جميع احتياجاتهم يا رب وحميهم يا رب وحافظ عليهم باسم ملك الملوك ورب الأرباب نصلي أمين يا رب أمين في اسم يسوع في اسم يسوع هناخد اتصال أخير عشان تلباط صلاح وبنعتذر لكل حبيبنا اللي على الخطوط علشان الوقت يا دوب ربي بارك في تلباط الصلاح هناخد اتصال أخير الأخ أديم من كاليفونيا أنا مسهلا بيك حضرتك على الهوى تفضل بعد إذنك وطي التلفزيون يا أخ أديم يريد كلنا نوطي التلفزيون قبل ما ندخل على الهوى كلمنا من التلفون تفضل كلمنا من التلفون وطي التلفزيون شكرا أهلا بيك تفضل حضرتك على الهوى حاضر أهلا وسهلا بحضرتك حاضر أهلا بيك تفضل أنا معك تلبط صلاح حاضر تلبط صلاح من دكتور أسام عشان أنا عندي رئة طص من الرئة راح من عملية قلب مفتوح قبل كده ثلاثة دين وثمانين وبعدين عملية القلب التانية سنة تسعة وتسعين كمان جزء من الرئة التانية أهلا بيك تسعة وتسعين أهلا بيك تسعة وتسعين يسوع أمين الأعقام العظم من الأموات يعمل لي رئة جديدة في اسم يسوع أمين يعني هو قادر على كل شيء أمين يقول كن فيكون نعم ويأمر فيصير نعم فأنا محتاج صلوة بالإيمان الرب إذا كان تخططه يعملها يعملي رئة جديدة أمين في اسم يسوع الرب يستطيع يا أبونا السماء يا أبونا السماء ومنرفع أخونا أديب أمام عرش النعم يا رب يا رب يا رب يا رب مد يمينك على الرئة يا رب أنت شايف بالزبط اللي حصل في الرئات يا سيد الرب شايف الدمج يا رب العطل اللي حصل شايف كل شيء يا رب أرجوك يا رب مد يمينك على الرئات يا رب مد يمينك على رئتي ونهدهم من جديد يا رب انفخ في الرئتين يا سيد الرب نفخة شفاء يا سيد الرب في اسم الرب يسوع المسيح في اسم يسوع المسهم زي ما لمست عينين يا رب بارتماوس الأعمى المس رئتين يا رب زي ما لمست المفلوج والمقعد يا رب المس يا رب رئتين باسم الرب يسوع المسيح زي ما لمست البرص يا سيد الرب أرجوك في اسم الرب يسوع وأنت أبرأتهم يا رب من هذا المرض المس الرئتين يا رب ورجع للرئتين صحتهم في اسم الرب يسوع المسيح نشكرك يا إلهنا الصالح لأنك سمعت واستجبت يا رب أمين يا رب أمين أمين ربي يتمجد معك صلاة لأجل بنت الرب لأجل بنتها للزواج صلاة لأجل مينة التحرير من العلاقات التي لا تمجد الرب في اسم يسوع المسيح في هذه العلاقات التي لا تمجد الرب محتاج تأخذ خطوة لازم تقطع العلاقة في اسم الرب أي علاقة لا تمجد الله لازم تقطع هذه العلاقة وكلمة لأ في كثير من الأحيان تمجد الله في اسم الرب يسوع خذ القرار ورب يعطيك القوة ابن الرب يشتغل في الخارج وعنده مشاكل في العمل الرب يكمل ليه ناقص ويرجع له فلوسه في اسم الرب يسوع المسيح نصلي أنك تستلم يا رب وتضبط أموره في اسم الرب يسوع ابن الرب وتزوج له ثمان سنين عايز زرع بشر في اسم الرب يسوع ابن الرب من شيكاكو يطلب هو وزوجته والبنات وابنه يعرفوا الرب أرجوك إلهي الصالح صار عدة طلبات عم بتطلب الأجل أشخاص يعرفوك أرجوك يا سيد الرب لا تسقط ولا تطلب من هذه الطلبات لكن الأشخاص اللي ذكروا أمامك رب نصلي أنهم يعرفوك معرفة حقيقية ويولدوا ولادة جديدة في اسم الرب يسوع أمين يا رب مرقص طالب صلاة لابنة عمرها خمسة عشر سنة خمسة عشر يوم وعندها نزيف في المخ أرجوك إلهي تحنن يا رب على الطفلة خمسة عشر يوم يا رب أرجوك تحنن عليها يا رب وقف النزيف في الدماغ باسم الرب يسوع المسيح يا رب أشكرك لأنك عملت المعجزة أمين يا رب صلاة لابنتي لأنها عملت عملية بالأنف ولم تنجح وعليها أن تعيد العملية لكنها خايفة وعلشان أمر خطوبتها لتكون في مشيئة الرب أمين يا رب في اسم الرب يسوع من سلمك البنت يا رب أنك تلمس الأنف يا سيد الرب وتعمل معجزة معها في الارتباط صلاة لأخ متهم بسرقة الخزنة في المطعم اللي يديره من ثلاث مديرين آخرين العايز الرب يكشف الحقيقة لأنهم موقفينوا عن العمل وتحولوا للتحقيق في اسم الرب يسوع نصلي أنك تظهر الحق يا رب إنصف ابنك باسم الرب يسوع سوزان ومحسن شفاء ولمكرم أيضا باسم الرب ولماري أن الرب يحميهم باسم الرب يسوع يهاب عشان الشغله والمذاكرة المس أيها السيد الرب رسالة بالفايبر وصلت صلاة لماما إجاها جلطة في المخ يا سيد الرب والتي صار عندها جلطة في المخ والرب لمسه وشفاها خلال ثلاثة أيام كانت راجعة طبيعي شكر يسوع إلهنا إله معجزات إرسل يا رب إرسل كلمتك لهذه الأخت وشفي وعمل ريفيرس نسجلطة في اسم الرب يسوع صلاة من أجل إطلاق صراح أخ من الجحيم أو من السجن لأنه أخذ عشر سنين ظلم باسم الرب يسوع انصفه يا رب أرجوك انصف هذا الشخص نادين من أجل حماية عاطف علشان الشغل باسم الرب يسوع قدامنا دقيقتين مش عارفين هيكفوا ما فيش وقت كفاي يعني طيب الحامل هو التالي يا رب جميع هذه الطلبات في اسم الرب يسوع أنا برفعها أمامك يا رب كل هالطلبات يا سيد الرب مش عادة فيش وقت كافي حتى أذكرها أمامك يا رب لكن انت شايفة وعارفة يا رب اتكتبت يا رب على وراء وانت عارف الأسماء وعارف الطلبات أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح لا تسقط ولا طلب من هذه الطلبات لكن جميع هذه الطلبات ترفع وتذكر أمام عرش النعم يا رب وارسل ملائكة باستجابة لهذه الطلبات في اسم الرب يسوع المسيح يا رب أشكرك لأنه إيماننا فيك ثقتنا فيك رجاءنا فيك انك انت القادر على كل شيء يا رب اعمل معجزة في هذه الطلبات يا سيد الرب حتى الكل يعرف انك انت إلى تسمع وتستجيب الصلاة في اسم ملك الملوك ورب الأرباب يا رب في اسم الله الحي الحقيقي وحده أمين وليس سواء في اسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد لا تسقط طلبة لكن أشكرك على استجابتك لجميع هذه الطلبات في اسم الرب يسوع أمين يا رب أمين مبارك اسم الرب مبارك اسم الرب رب رائع هللويا نفحص طرقنا عايزين كلمة أخيرة في نص دقيقة يا أستيس عصام نرفع قلبنا للرب باستمرار ارفع قلبك للرب بشكل يومي قولها رب خلي قلبي طاهر ونقي حافظ على طهارة قلبك الكتاب يقول لتكن ثيابك في كل حين بيضاء نعم خلي قلبك دائما طاهر والرب يسمع صلاتك وباستجيب لصلاتك تذكر دائما إن رعايته إثمن في قلبي لا يستمع لي يا رب خلي صلاتك اخلق فيه يا رب قلبا نقيا اخلق فيه وروح مستقيمة جدد في داخلي أمين والرب بيسمع الصلات وبيستجيب أمين ربنا يباركك أستيس عصام بيستخدمك باستمرار لماك مبارك حبا المشاهدين بنشكركم لأجل متابعتكم نوعيتكم إن احنا هنكمل صلات لأجل كل تلبط الصلات اللي بتجيلنا وإلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم في نفس المعاد وأطلبوا وجهي أراب يكون معكم ويحفظكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ويحفظكم هانا القرمة الحقيقية كنتو كمال الأفسار ولازم تثبت فيها القرمة 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 يلا بعدي ماوية لنتشارك المسئولية ونخلي رسالك القرمة ووصل كل البشرية شكرا